هلو حبايب يصف خامس حبايب ان شاء الله اليوم راح ناخذ unit 1 lesson 1 2 و 3 راح ناخذهم كلهم سوية لان هما واحدة مرتبطة باللوخ مثلا lesson 1 يحتي عن اسامي البلدان lesson 2 يحتي عن الاعلام من هاي البلدان lesson 3 يحتي عن الهوية من هاي البلدان فسمينا دارسنا مثل ما موجود بالكتاب flag and nationality flag and nationality يعني علم وهوية flag يعني علم اما nationality فمعناتها هوية شنو يعني هوية يعني مثلا مثلا العراق شنو هوية المواطن اللي يعيش بالعراق هويته عراقي ناخذ غير بلد مثلا فرنسا فرنسا المواطن اللي يعيش بيها شنو هويته فرنسي اوكي فهاي معناتها الهوية تعالوا ناخذ هسه بلد بلد ونعرف شنو العلم والهوية والسامبل او الرمز مال او شنو يعني الشي المشهور بيه هذا البلد ناخذ اول بلد اللي هو العراق بلدنا الحبيب اسمه ايراك ايراك اوكي العراق اسمه ايراك اما الهوية مالته فهي ايراكي ايراكي يعني عراقي طبعا هاي العلم مال البلد وهذا الرمز او الشي المشهور بالعراق اللي هي بوابة عشتار عشتار قيت اللي موجودة في بابل ناخذ ثاني بلد اللي اسمه انجلند انجلند معناتها انجلترا او ممكن ايضا نسميها احنا بريطانيا اوكي انجلند هوية المواطن مالته انجلش انجلش يعني انجليزي اوكي انجلترا هوية المواطن مالته انجليزي انجلند هوية المواطن مالته انجلش اوكي هذا علم هاي انجلند وهذا الشي او المعلم اللي مشهورة به هاذا ساعة بيكبين اوكي بيك بن ساعة مشهورة جدا في انجلند اوكي اوكي هزا رح نجي على ثالث بلد اللي اسمه اليابان بالانجليزي اسمه جبان جبان اليابان اسمها جبان جبان اما المواطن اللي يعيش باليابان يسمو جبانيز جبانيز يعني ياباني جبانيز اوكي جبان هويتها جبانيز اوكي هذا الفلاق العلم مال اليابان وهذا الشي المشهورة بي جبان اللي هي زي مالتهم الياباني الجبانيز كيمونو يسمو يعني زي الرسمي او زي التقليدي مال اليابان اوكي خلينا ننتقل على البلد الرابع اللي ايطاليا اسمه ايطاليا بالانجليزي اسمه ايطالي ايطالي ايطاليا بالانجليزي اسمها ايطالي اما المواطن الايطالي يسمو ايطاليا ايطاليا اوكي ايطاليا المواطن اسمه ايطاليا اوكي هاي الفلاق مال ايطاليا والشي المشهورة بي ايطاليا هي البيتزا اوكي احنا نعرف كل زيان انو البيتزا هي اختصاص الايطاليين اوكي تركيا بالانجليزي اسمه تركي تركي اما المواطن مالتها اسمه تركيش يعني تركي اوكي تركيش اذن تركي المواطن مالتها اسمه تركيش تركي تركيش اوكي هاي الفلاق مال تركي اما المعلم المشهورة بي جدا جدا وهو يعرفو اكيد زائري اللي رايحين لتركيا هو بسفور بريج يعني جسر البسفور هسا عندنا البلد السادس اللي اسمه تايلند تايلند معناته تايلندي اوكي تايلند معناته تايلندي اما بالنسبة للمواطن مالته اسمه تاي تاي ومعناته تايلندي تايلند هويته او هويت المواطن مالته هو تاي معناته تايلندي والهوية مال مواطن تايلندي هاي الفلاق مال دولة تايلند وهذا المعلم او الرمز اللي مشهورة بتايلند اللي رايح تايلندي راح يكتشف انه كومة كومة عندهم هذا الرمز وين ما يروحون عندهم رمز لدراغن التنين ليش؟ لان يعتبروا رمز للقوة والسلطة والعظمة اوكي فاوين ما كان يحطون لدراغن بالنافورة يحطين دراغن فوق الابنية مالتهم يحطين دراغن داخل البيوت مالتهم يحطون تمثال لدراغن اوكي يعتبروا فاتشي يحميهم ورمز القوة والعظمة هسا عندنا الدولة السابعة اللي هي مصر اسمها ايجيبت ايجيبت اوكي مصر اسمها ايجيبت اما بالنسبة للمواطن المصري فاسمه ايجيبشيان ايجيبشيان اوكي ايجيبت معناتها مصر ايجيبشيان معناتها مصري اعيدها ايجيبت ايجيبشيان اوكي عدنا هذا صورة الفلاق العلم مال ايجيبت وحنانا الرمز او الشي المشهورة بايجيبت اللي هو طبعا الاهرامات بالاضافة الى سفينكس اللي هو ابو الهول اوكي نجي على البلد الثامن اللي هو فرنسي اسمه فرنس فرنسي اسمها فرنس اوكي بالنسبة للمواطن الفرنسي فاسمه فرنش فرنش اوكي فرنس معناتها فرنسي فرنش معناتها فرنسي اهنا نعدنا الفلاق مال فرنس عالم فرنسي وهنا عدنا الشي اللي مشهورة بيه فرنس اللي هو الافل تاور يعني برج ايفل اوكي اوكي هزا نجي نشوف شون تجيب الامتحان اجيب لك يا بهاي الطريقة حط لك اسم البلد واحط لك قبالة اعلام بس طريقة مخربطة وانت لازم توصل كل بلد بالعالماتها صحيح طريقة السؤال طريقة السؤال يكون طابق بين البلدان والاعلام عدنا هاي البلدان هنانه اللي هي جبان اراك وفرانس وقبالك اعلام انت لازم توصل كل وحدة بالعالماتها صحيح نجي على جبان وين علم مالتها هذا العلم مالتها نوصل بهذا الطريقة نجي على إيراك وين علم الصحيح مالتها هذا العلم الصحيح مالتنا نجي نوصل إليه نجي على فرانس وين علم الصحيح مالتها هذا العلم الصحيح نوصل إليه هي شي طريقة السؤال عن البلدان والأعلام خلينا أخذ طريقة ثانية عندنا هذا الطريقة الثانية للسؤال أنا ها كلش أحبها ليش لين ايضا اجيب لكم اسامي دول ولكن معاها هنانا بالجهة الثانية صور للمعالم الخاصة بهاي الدولة انت لازم تحفظ كل دولة وشنو المعلم مالتها ايضا على ما تعرف شون توصل كل دولة ويا المعلم مالتها بالشكل الصحيح خليشوف السؤال يقول يعني طابق بين الدولة والرمز الخاص بيها نجي على اول دولة اللي هي ايطالي ايطالي يعني ايطاليا قلنا احنا ايطاليا او ايطالي بشنو مشهورة ايطالي مشهورة بشنو على مودة توصلها الها بالشكل الصحيح ايطالي مشهورة بالبيتزا باش نسوي الجر خطمة بين ايطالي توصلها الى صورة البيتزا ثاني دولة عندنا تايلاند تايلاند قلنا تايلاندي او تايلاند بشنو مشهورة مشهورة بالدراغن التنانين احنا قلنا وانما نروح رح نشوف تماثيل بتايلاندي التنانين فشنسوي نوصل ما بين كلمة تايلاند الى صورة الدراغن التنين هس نجي على ايجيبت ايجيبت يعني مصر قلنا مصر او ايجيبت بشنو مشهورة مشهورة بالاهرامات وايضا السفينكس سفينكس يعني ابو الهول اوكي فشنسوي نباوع وين صورة ابو الهول ونجر خطمة من كلمة ايجيبت الى الصورة مال ابو الهول او سفينكس اوكي هاي الطرائق اللي تجي بيها الاسئلة بالامتحان